17 سبعة دبابات وتعزيزات عسكرية تتجه لحي الميدان وفي وضح النهار يقول النشطاء إن هذا دليلا على أن النظام السوري أعلن أخيرا معركته على الأحياء المنتفضة في دمشق والتي تحتضن المسلحين المعارضين ويقول النشطاء إن قذائف الجيش النظامي وصلت إلى القابون وبرزا فيما شهد شارع بغداد وكفرسوسا شهد اشتباكة بين الجيش النظامي والجيش الحر تمر القصف العشوائي من قبل عناصر الكتائب الاسدية من قزائف الهون والطيران الحربي على مسويات منخفضات في حي القابون تصاعد كثيف لعمدة الهب لا نستطيع الوصول إلى الجرحى حالات من النزوح من الأحياء القريبة من السراد إلى الأماكن البعيدة عن السراد العدوية بسبب استهداف عناصر الأمن لجميع الأماكن الموجودة على محاذاة السراد العدوية الأعلام الرسمي من جهته يتابع بثه البرامجي دون أي ذكر لما يجري على بعد عدة كيلومترات عن مركزه ولا ذكر حتى لهجوم العصب صبدي التي يسميها بالإرهابية المسلحة على أحياء في دمشق ويؤكد أنصاره بأن لا آليات ثقيلة لجيش السوري في الشوارع حتى ما يشاء ويقال عن وجود أسلحة ثقيلة وعن وجود آليات ثقيلة في الشوارع هذا كله عاري عن الصحة وابدلي لأن المسألة لا تحتاج لذلك على الإطلاق المسألة فقط تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة ضد هذه الجماعات المسلحة كأفراد الأفراد هؤلاء بدأوا اشتباكتهم مع الأمن والجيش السوريين من هنا من حي التضامن جنوب دمشق وما زالت الانفجارات وإطلاق النار مستمرا على الحي بعد نزوح عدد كبير من عائلاته كما غطت غمامة من الدخان سماء مناطق من حي الميدان والزاهرة القديمة جراء القصف والاشتباكات ويقول النشطاء أن جيش النظامي سمح للأهالي بالنزوح صباحا ثم منعهم وأطبق حصاره على الحي بعد ذلك وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش السوري استخدم قدائف الهون في الهجوم على حي الميدان إلا أن هذا لم يمنع من خروج مظاهرة في الحي نفسه ما يجري في العاصمة لم يخفف مما تتعرض له بقية المحافظات من عمليات أمنية وعسكرية كما يقول النشطاء حيث استمرت الحملات الأمنية والاعتقالات في حمى كما يظهر هنا في حي الحميدية وقالت لجان التنسيق المحلية أن الجيش السوري كسف ضرباته على تلبيسة من بعيد فيما قال النشطاء أن الجيش الحر حقق الانتصارات على الأرض أما هنا في لطامنا بريف حمى فخرجت مظاهرة تقول لافتات المشاركين فيها شكرا لروسيا على المساعدات التي ترسلها للشعب السوري زينر حيم بي بي سي